بس ده كلام منه المباراة حصل اللي حصل فيها كله كوم وفكرة هو ليه الاتحاد الدولي ودى الاهلي كاس العالم للاندية عشان كده انا بقول لكم احنا في ساعة لقلبك وكابتن سالعب حفيز لما تكلم على الاعلام الرياضي حصل له ايه يا جماعة كان بيتكلم فعلا باندهاش واحدة من الاندهاشات اللي اندهاش لها الزميل العزيز تامر امين نشوف في صديق معدتي مبارح فيديو انا الاول ما صدقتوش افتقارته بتركب وبعدان تلقى مش بتركب فيديو لشخص معرفش والله معرفه والله التالياتة معرف اسمه محل ناقد مش عارف قال ايه قال لك والله قال كده قال انه سبب اختيار الاهلي للمشاركة في كاس العالم للاندية اسمعوا السبب انه كولر مدرب الاهلي جنسيته سويسري من سويسرا والاتحاد الدولي مقره في سويسرا اسمعوا التالتة والخطيب بيلب الساعة سويسري هي التربيطة دي هي اللي خلت الاهلي يشارك في كاس العالم للاندية المرة دي انا بحقيق sessions ايه ده ايه ده ايه الفيج التعالي ده ده انتم معلها اوي 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 ايه ايكيو ده ايه ايكيو ده يبختك والله يا بختك يا بختك بعقلك ويا بختك بتحليلاتك ويا بختك بربطك ويا بختك باستنتاجاتك يا بختك بكل حاجة والله يا ربنا وهبك بإيه ده بقى لا هل يختاروه عشان الخطير بلاد بالساعة سويسري والانتحاد ده اللي مقره في سويسرا ومارسل كونه سويسري يا ولا لا حوله لقوة إلا بالله هو ده مستوى النقد والتحليل الرياضي في مصر هم دول اللي بيطلعوا يتكلموا في الكورة وامور الكورة لا طبعا قولا واحدا تم اختيار النادي الأهلي المشاركة في كاس العالم في النسخة اللي جاي أولا لأن الليحة بتقول كده مش عشان واحد اختار ولا مش عارف مين ولا قاعد يقول نختار مين يا رب ولا نعمل حدي بادي ثم بقى بالصدفة النادي اللي خوعت عليه الليحة اللي هو الأهلي هو نادي القرن في أفريقيا وهو صاحب أكبر إنجازات في القرنة الأفريقية وصاحب العشر القرنة في الشامبينز ليج وهو صاحب الثلاث برونزيات في كاس العالم وهو صاحب الشعبية الأكبر في أفريقيا والوطن العربي وهو صاحب البران نيم العالمي التجاري اللي كل دول العالم لما يتقلق كورة أفريقيا يتقلق أهلي كلاب عرفت ليه تم اختار الأهلي؟ هو الأستاذ بس تمر أمين خاد الموضوع بالجدية شوية أنا مش واخد الأمر بالجدية دي إلا سبب إن هو مطلوب منه من يطلعه يقوله كلام ضد اختار النادي القالة مش لقيه لا في القانون ولا في اللوايع ولا في المنطق كلام ينفع يتقل فبيخرجوا بره الإطار ده خالص اللي عايز يعمل إفه واللي عايز يقول كلامة بدليل إن محدش يعني دي قاعدة للإساءة للنادي الأهلي مش أكتر من كده لأن أخوات ده بقى إن هي من مستندين إلى شيء خالص ولا الجمهور بتاعهم المطلقي لهذا الكلام يعني حيقولك عشان كولر سويسري وما كانش حد غلم ما كانش حد غلم إن إنت بتاخد النادي القالة عشان كولر سويس طب مخاتش الرجاء ليه ما بلبسوش ساعات إيه عاو وقتل إيه على الساعات والساعات يا جماعة الأهل سلم كل الهدايا لسندوق تحية مصر لا تاني وتالت ورابع لو كان حد فاهم إنه الأهل على رأسه بطحة الأهل مفيش على رأسه بطحة من أي حد الساعات والهدايا والتبرعات تسلمت للسندوق تحية مصر وأعتقد النادي الأهلي أعلن شهادة البروتوكول اللي تمت مع السندوق والمتحدث الرسمي باسم السندوق طلع أعلن ده فأوقع تكونوا فاهمين إن أنتوا بتحسسوا على بطحة على رأس الأهلي الأهلي مع لهش بطحة أصدقى لجج يا أستاذ براي لجج طيب ده حاجة والحاجة التانية الحقيقة اللي غير لطيفة بالمرة في صحفي سعودي أنا أظن أنه صحفي اعتاد في تويتات بتاعته أنه يسيل النادي الأهلي لو هو زملكاوي عليه أنه يمارس حبه للزمالك كيفما شاء لكن لما على تويتر يسيل النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي بهذا الشكل محدش مصر بيعمل كده في أي نادي سعودي شقيق وكابتن أحمد حسان ميدو لما رد على مشجع تم ترحيله من السعودية السعودية ليه كل الحب والتأدير والاحترام كرة السعودية والرياضة السعودية ليه كل المسندة والدعم لكن الأفراد لما يسيئوا لكيانات مصرية كبيرة ألاق الراجل ده جايبينه في استيديو في قناة الزمالك وقعد بيتكلم ده لا يجوز لو قناة الأهلي جابت صحفي مش مصري عشان يسيه لنادي الزمالك أو الإسماعيل أو الاتحاد من على شاشة قناة الأهلي أو من أي شاشة مصرية هنقول ده مش مقبول وما ينفعش يمر بأي شكل الكيانات المصرية كلها لها احترامها وتأديرها مش هيصدف صحفي عربي أو أجنبي في قناة الأهلي عشان يسيه لنادي الزمالك فلما يحصل ده من قناة الزمالك لشخص جابته الزميلة مي حلمي استضفته نفس الشخص وطوله انت ايه اللي بينك وبين الأهلي انت ليه بتسيه لنادي الأهلي دايما فيستضف في قناة الزمالك لمجرد انه بيسيه لنادي الزمالك لما كانش بيسيه لآله كان حيستضف في قناة الزمالك ما هذا السؤال هو مستضف عشان يسيه يا سيد إبراهيم ما هذه القضية كل اللي بتقال هناك لازم يكون إساءة للنادي الزمالك ما فيش منطق اخلق منطق ومهين المنطق انك تقول كلام فيه تجاوز لان ما فيش ورق يا سيدي حتقول لي درجة رابعة درجة رابعة يودا ما تشوفه بحلك سر انت مين هل دا بتكلم باسم النادي هل دا مسؤول في النادي هسألك سؤال نادي ايه السعودي هو لبشبير له نادي يعني هو بيقول قدمنا هو بيقول قدمنا انت مين انت مين لا 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 دا حد تاني لا انت خلطت بين المسألة انا بتكلم عن صحفي بهذا الشكل اللي ظهر بالجلبية اللي ظهر بالجلبية لكنه انه يطلع فيه مسؤول من نادي الباطن السعودي اللي اتقال انه مهتم باستعارة محمد مجد افشا فيسيل النادي الاهلي ما انا بتكلم على دا لا لا دا شخص اخر دا ليه مني الصحفي دا شخص اخر الصحفي دا مش هيستضاب الا لو كان حيشيل الاهلي بس هو بيعمل الجوب بتاعه يعني مش دا يحصل من خلال قناة مصرية في حق نادي مصر كبير هنا دي علامة استفهام كبيرة جدا لكن كمان الزميل العزيز محمد شبانة رد على حد مسؤول في نادي الباطن نسمعه التصريح بتاع رئيس نادي الباطن السعودي ناصر الهويدي بيقول قدمنا عرضا خياليا للاهلي لضم افشا في الشتاء اذا كنا نتعامل مع نادي درجة رابع لكن نتعامل افضل من اهلي مجلس دارة الاهلي تعمل بعدم احترافية في ملف بيع افشا الاهلي لم يرد علينا في عرض ضم افشا منذ عشرة ايام اتفقنا مع افشا ووكيله ولكن مجلس الاهلي السبب في فشل الصفقة اولا انا عايز اقول للسيد ناصر الهويدي هذه تصريحات غير لائقة اطلاقا ما تيجي تتكلم عن نادي الاهلي اكبر نادي في مصر تتكلم عنه بشكل مختلف نادي الاهلي مش نادي درجة رابع لا واشرة افشا مش بالعافية وافشا لو حضرتك عرضت اعارة ست شهور باثنين مليون دولار الاهلي مش هيوافق وحر مش فاهم يعني 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 الراجل بولا قدمنا عرض خيالي يا سيد مش عايز العرض الخيالي هو الاهلي شاف ان افشا بنسباله لعيب مهم يعني ايه الكلام ده يعني الاهلي لو عايز لعيب من نادي الباطن والباطن مش عايز يبعقوله الاهلي هيطلع يقول ضلبات النادي درجة رابعة تم ياما حصلت مفاوضات فانديها سعودية كتير جدان وما فشلت المفاوضات عاديا ما حدش لا تلعي تكلم ولا حد وبعدين فيه كلام حتى لو انت ميد داي ما تقولوش في الميديا ما تقولوش في الميديا لانه في الاخر دي كيانات فيا فندم تصريحاتها غير مقبولة هذه التصريحات غير لائقة ما كان يجب ابدا انها تتقال ومش عايز اكبر الموضوع واقول يجب انت اعتذروا كل الكلام ده عن التصريحات دي خالص بس كل مكة ادرب شعابيها يعني كل واحد ادرب نفسه صح الله غلط هو الحقيقة بس انا عايز اقول اسمه ناصر هو دي انا معرفش هو مركزه ايه في نادي البطن لا يا استاذ ناصر والله صدقني لو انت نادي درجة رابعة الاهل كان حيحترمك هي ما يجدعها لا بالدرجات ولا بتاعها انا معرفش اولا يعني ايه مناسبة الخروج بهذا الكلام ايه الوكلاء فهمو ايه لكن مسألة ان في نادي في نادي بيرد في الوقت اللي يحب يرد فيه لان انت مش هتحدد للنادي اللي قدامك يرد عليك في التوقيت بتاعك اذا كان هناك رد يعني اما اللغة فالحمد لله ان الاهل ما تعملش معك يا جماعة تاني وتالت ورابع بالذات في الكيانات العربية الشقيقة النادي الاهلي وتريبا كل الانديا المصرية بتحترم كل الانديا الشقيقة في المحيط العربي كلها وما بنسمحش خروج وانا قلتلكم قبل كده انه حتى في الرياضة احمد حساب ميدو تم الاستغناء عنه من احد الانديا السعودية ورجع للقاهرة لمجرد انه على السوشال ميديا رد على مشجع فان هنا بتكلم على اعلام يستضيف واحد متجاوز ثم مسؤول نادي يتحدث على النادي الاهلي بالطريقة دي النهار ده في قطر فيه لعيمة ماشو على شر رد على مشجع هو ده الانضباط وهي دي المنظومة اللي فعلا فيها هذا الحزم وهذا الحزم لكن مسؤول نادي يتكلم على النادي الاهلي بالطريقة دي اعتقد كلام صغير قوي موسيقى 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 موسيقى